السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا بخناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هنشوف طريقة سهلة جدا وبسيطة لتزيين الترطة الطريقة دي بسيطة جدا نقدر نعملها في دقايق من غير تعب ولا مجهود مش محتاجة طريقة احترافية خالص لكن الترطة هتطلع بشكل جميل انا كنت صورت الترطة دي قبل كده على قناة حياتنا بالمصري في فيديو تحضيرات عيد الميلاد هنشوفها بكل التفاصيل النهاردة وهنعرف كمان كل تفاصيل الكريمة علشان تطلع متماسكة من غير جيلاتين اه يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله اه انا هستخدم اه نص كيلو من دقيق لسبونج الجاهز اللي هو بالككاو اه عايزة الكيك يبقى كيك ككاو اه نص كيلو دقيق سبونج بيحتاج لست بيطات بس اه طبعا الدقيق ده مستو ان اي ست بيت ما بتعرفش بتعمل كيك لسبونج تقدر ان هي تستعمله علشان يطلع معاها كيك بنتيجة ممتازة اه النص كيلو بيحتاج ست بيضات ونص كباية مية ومعلقة كبيرة من الفانيليا السيلة اه الفانيليا السيلة انصحكم بيها دايما في عمل الكيكات سواء الكيك العادي او كيك لسبونج بيدي نتيجة ممتازة جدا اه العبوة بعشر جنيه في بعض الاماكن بتتباع بخمستاشر جنيه اه لكن بتقعد معانا فترة كبيرة اه حطيت المكونات كلها في طابق غويت وبستعمل مضرب الكهرباء لمدة من تمان لعشر دقايق لحد الخليط كله ما يبقى متنجانس اه لو ما عنديش مضرب كهرباء اقدر ان انا استعمل المضرب اليدوي اللي هو مضرب السلك العادي اه برضو هخفق للمدة دي وهيديني برضو نتيجة كويسة جدا اه بعد كده هصب الخليط في صنية متبطنة بالزيت والدقيق يعني دهناها بفرشة زيت ورشة فيها دقيق بسيط وحط فيها من تحت ورقة زبدة علشان لما قلبها تبقى سهلة قوي اه طبعا علشان الكيك ده احنا هنزينه فيفضل لو عندي ورقة زبدة افرده في الصنية من تحت اه انا استعملت الصنية واسعة شوية علشان عايزة الكيكة تبقى مفروضة اه لكن لو عندنا القالب الغويت اه وحبين ان الكيكة تبقى عالية اه نقدر ان احنا نستعمله اه بخبز الكيكة في فرن اه سابق التسخين على درجة حرارة 180 اه بعد ما طلعتها وهي سخنة طبعا بسيب الحد ما تبرد وبعد كده اه بحطها في كيس وبشيلها في التلاجة طول الليل لما بستعملها تاني يوم بتديني نتيجة ممتازة اه لو حبينا ان احنا نستعملها في نفس اليوم اه ضروري ان هي اه تبرد تماما بس هنلاحظ ان هي بتفرد شوية واحنا اه بنقطعها اه قطعت الكيك لثلاث طبقات اه بعد كده ببتدي ان انا اوزع عليها الكريمة اه دايما في توزيع الكريمة اه بستعمل اه اللي هي اكياس الكلاجة الاكياس اللي احنا بنستعملها في المطبخ اه دي برضو طريقة سهلة اول اللي ما عندوش اه ادوات اه او خامات كتيرة علشان يزين بها التورطة يقدر ان هو يستعمل الكيس العادي وكنت وضحت قبل كده اه في كذا طريقة برضو لتزيين التورطة ان الطريقة دي بتاع توزيع الكريمة اه اسهل واسرع طريقة اه لان الكريمة بوزعها اه بارتفاع واحد اه يعني مش بحتاج ان انا اه اه اساوي كتير وكمان ما بتاخدش وقت مني علشان افردها على سطح الكيك اه نيجي بقى للكريمة اه اللي هي المشكلة الاساسية اللي دايما بتواجهنا اه ازاي الكريمة تطلع متماسكة علشان اعمل مقدار مظبوط من غير ما استعمل اه جيلاتين ويديني نتيجة كويسة جدا اه الكيك ده بيحتاج لربع كيلو من الكريمة اه ضروري ان انا استخدم الكريمة اللي هي الخام اللي من غير سكر اه طبعا الموضوع ده انا اتكلمت برضو فيه قبل كده كتير في فيديوهات سابقة اه لكن طبعا المشتركين الجودات دايما بيسألوا اه اه نفس الاسئلة لان طبعا ما بيكونوش شافوا كل التفاصيل الاديمة فضروري ان انا اتكلم فيها اه مرة كمان اه الكريمة الخام هي الكريمة اللي بدون سكر ودي بتدي نتيجة ممتازة جدا اه طيب اه المقدار بقى بتاع السكر اه انا هستعمل اللي هو السكر اللي عادي مش السكر النعم اه بعمل ايه اه المقدار بتاع الكريمة اه بستعمل نصه بالزبط سكر يعني لو الكريمة دي مقدارها كوبايتين. آآ هستعمل كوباية سكر. ده المقدار المزبوط. آآ احنا لو حابين ان احنا نزود السكر شوية. آآ دي بقى هتبقى من عندنا احنا الطعم زيادة شوية. آآ لكن المقدار المزبوط هو آآ نص الكمية آآ سكر. آآ طيب المية المية قد الكريمة. وضروري ان المية تكون متلجة جدا. يعني لو فيها قطع تلج بيكون افضل بكتير. بتديني نتيجة كويسة جدا. آآ طب امتى مستعملش مقدار المية كله لو انا عايزة الكريمة متماسكة شوية. آآ يعني لو عندي كوبايتين من الكريمة بحط لهم كوبايتين مية. آآ ممكن اشيل ربع كوباية من المية علشان الكريمة تكون آآ متماسكة. آآ وابقى ضمن ان هي مش هتسيح معي. آآ يبقى هنحط مقدار المية آآ بالتدريج لحد ما وصل للقوام اللي انا عايزها. آآ بالنسبة للسكر. انا هستعمل السكر العادي زي ما قلت. طيب آآ بستعمله ازاي يعني بحط السكر على الكريمة. آآ انا احيانا طبعا بعمل الطريقة دي لكن في بعض الانواع من السكر بتبقى خشنة ومش بتدوب بسرعة وبتبقى بينة جدا في الكريمة. آآ لكن الطريقة الصح ان انا آآ استعمل الاول المية السقع مع السكر. آآ استعمل المضرب لحد السكر ما يدوب. وبعد كده اضيف البودرة بتاعة الكريم شنطيء الخام. آآ نكمل بقى طريق التزين الترطة. آآ وانا بوزع الكريمة بين الطبقات. آآ اتكلمت عن كل التفاصيل بتاعة الكريم شنطيء علشان يطلع متماسك زي طريقة المحلات والمقدار بتاع الكريمة المزبوط. آآ انا بعد موزعت الكريمة بين الطبقات حطيت طبقة كريمة مبارة زي ما حضراتكم شفتوا آآ بالتفصيل برضو. آآ وبردو ساوتها بالاسباتولة او لو آآ عندي سكينة عريضة برضو هقدر ان انا آآ اساوي بطريقة بسيطة جدا. آآ بعد كده آآ هصب على الكريمة مبارة او على الترطة من بارة صوص الشوكولاتة او الجناش الشوكولاتة. لكن انا المرة دي عاملاه خفيف شوية. آآ كنت صورت طريقة الجناش قبل كده وان شاء الله حط الرابط بتاعه في صندوق الوصف آآ للي حابب يعرف الطريقة بتاعته بتتعامل ازاي. آآ باقي الكريمة البيضة اللي كنت آآ بفردها على الكيك. آآ حطت لها معلقتين من آآ جناش الشوكولاتة علشان تديني اللون ده. آآ برضو في كيس عادي استعملت الامعة اللي على شكل وردة وعملت آآ الوردات دي او بلغة الحلواني الروزيتات دي. آآ الطريقة بسيطة قوي ان انا بعمل آآ وردات على حرف الكيك من بارة او على حرف الترطة من بارة. وفي النص هعمل برضو آآ وردات على شكل دايرة بس آآ مش بضغط آآ جامد علشان الوردة ما تبقاش كبيرة يعني ضغطة بسيطة علشان آآ الروزيتات تبقى حجمها صغيرة. آآ الجناب آآ هزينها بالشوكولاتة الخام. كنت برضو قبل كده مصورة آآ ازاي نعمل اشكال من الشوكولاتة الخام. آآ ان شاء الله برضو احط الرابط بتاع الفيديو ده علشان نشوفه بالتفصيل. آآ ازاي بنعملها. الشوكولاتة الخام آآ بسيحها على حمام مية. ولو عندي ورق زبدة بعمل آآ خطوط عشوائية بالشوكولاتة الخام. ولما بتجمد آآ بستعملها زي ما هي او بكسرها بالشكل اللي انا بستعمله ده. وبلزقها على الجناب بتاعة الترطة طوعا هي عليها صوس الشوكولاتة او جناشة الشوكولاتة فالقطع دي هتثبت. آآ مش هتقع. وحتى لو ما فيش صوس الشوكولاتة برضو اقدر ان انا آآ احطها على الكريمة برضو هتثبت وهتديني نتيجة كويسة جدا. آآ كده قربنا نوصل للشكل النهائي للترطة. الخطوات بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين. آآ لكن الاساسي في الفيديو ده آآ هي الكريمة. حبيت ان انا اتكلم عن الكريمة بكل التفاصيل علشان دي مشكلة كل الستات في البيت. الكريمة بتسيح مني. الكريمة مش متمسكة. آآ مش مدياني نفس النتيجة اللي احنا بنجيبه من بره. آآ فلو عملتوها بالطريقة اللي انا قلتها دي ان شاء الله الكريمة هتطلع معكم ممتازة. آآ طب امتى نستعمل الجلاتين? لو انا آآ قلقانة من النتيجة آآ بستعمل معلقتين من الجلاتين النباتي بدوبهم في آآ معلقتين تلاتة من المية الدفية. آآ مجرد الجلاتين ما يدوب. آآ اول ما الكريمة اضربها بالمضرب وتبقى متماسكة بضيف لها الجلاتين. آآ طبعا الجلاتين بيضمن ان الكريمة تبقى متماسكة اكتر. آآ لكن لو مش متوفر عندنا واحنا مش حابين نستعمله. يبقى هنعمل الطريقة اللي انا قلت عليها دي وان شاء الله هتطلع معكم مصبوطة جدا. آآ بعد ما خلصت الجوانب بتاعة الترطة بالاشكال آآ بتاعة الشوكولاتة الخام. عندي آآ شوكولات شيبس آآ برضو وزعته على وش الترطة بالطريقة دي. في الجزء اللي عليه صص الشوكولاتة وحطيت على كل وردة آآ واحدة من الشوكولات شيبس. والنتيجة كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين. آآ نقدر نعمل آآ طرطة في البيت. آآ نستعمل دقيق لسبونش الجاهز. لو انا مش هقدر ان انا اعمل كيك لسبونش وخايفة انه يطلع معايا كويس. آآ دقيق لسبونش هيديني نتيجة كويسة. آآ الكريمة لو حضرناها بالطريقة اللي انا قلت عليها برضو ان شاء الله نتيجة بتاعتها هتبقى ممتازة. آآ صص الشوكولاتة الطريقة بتاعته برضو سهلة جدا. آآ بالنسبة كمان للاشكال اللي انا عملت بيها الجوانب. آآ دي اشكال عشوائية للشوكولاتة الخام. يعني آآ بعمل خطوط آآ او زجزاج فوق بعض. ولما الشوكولاتة بتنشف بكسرها وبزين بيها الجوانب. آآ الطرق دي كلها بسيطة جدا. لو استعملناها هتدينا نتيجة ممتازة. آآ لطرطة عاملينها بادينا في البيت. مفيش احلى ولا اجمل من كده. آآ الطريقة ان شاء الله هتعجبكم جدا لما هتجربوها كمان هتوفر معاكم كتير جدا جدا في السعر. الترط بره بقت غلية قوي. آآ لكن احنا لو جبنا المواد الخام وعملناها في البيت. آآ هتوفر معانا كتير وهتطلع بأحلى طعم. وكفاية انها من صنع دينا بنتيجة مضمونة. آآ كمان الخطوات زي ما حضراتكم شفتوا. آآ مش محتاجة وقت كتير. يعني دي السبونش احنا حضرناه في خطوة واحدة. آآ بعد كده دخلنا الخليط الفرن. آآ الكريمة لو عملتها بالطريقة اللي انا قلت عليها دي ان شاء الله هتبقى كويسة جدا. ولو حبيتوا تستعملوا صص الشوكولاتة برضو هنحضروا من البداية علشان آآ ضروري نستعمله هو بارد. آآ لانه لو سخن هيسيح الكريمة طبعا فلازم نستعمله بارد. وكمان فيديو اشكال الشوكولاتة لما هتشوفوه هتلاقوا الطريقة سهلة جدا. آآ ان شاء الله لما تجربوا الطرق دي كلها هتلاقوها سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة